درس الفقه المالكي الساقي انكمل موضوع الطلاق الجزء الثاني يعني احريش ويسين من باب التذكير كون سميحتي غاية مثلا بالذي الدرس النعدان نهضرد فالطلاق قريح قصيح يوعر امعني الله وذي زمن ينتسي ذي الثورة يلا احثر سالسبان غنبلا السبان يلا سواطاس احصاءات الطلاق استاتيستيك حالات الطلاق كثيرة جدا بالالاف ذلولوف ذلو اقضرون ذي ثمتين نغضي المجتمع النغض نغضي المجتمعات مجتمعات الامة بشكل عام حتى على مستوى الاسرة البشرية ثغل ظاهرة لسوسيولوج وعلماء الاجتماع مولان يوثن تمسال قوى في جهد اسمين ظاهرة فنومان ثغل ظاهرة مدم ظاهرة تستحق الدراسة إلا قد تغر إلا قد تغر إمذانا كليون سيثماس كليون سي الجهاز أما ذي مسنو تشارعيث أما ذي مسنو للاجتماع لسوسيولوج أما لبسيكولوج علماء النفس أما يقيم ذانا ثمتين تمسال ظاهرة نندى يثمثا ذي الدرس النعدان سيد يا ربي يجوز فره ولكن كرهيف أبغض الحلال عند الله عز وجل للطلاق بشاذيلي ذنة ساعدان غيرو أمر ذنبغي فره ذنبغي بورغاز أذيلي أم المقص لكفوس الطبيب الدرنير وكور الشيخ ذنب الطبيب لمقص ولكن ما إلا الله غالب ثرث مرع المفروض الطلاق يكون مثل المقص في يد الطبيب آخر الحلول يسعى لي الرماد أدوية إلا أمزوره ويسيث ثلاثة ربعا المثنجيرو ما الله غالب ثرث مرع ذاين وننتبلي ليجيتيم ليجا مشروع مشروعية الطلاق بعد مدخم تعريف الطلاق هو حل الرابطة الزوجية الصحيحة بلفظ خاص أو ما يقوم مقامه في الحال أو في المآل وقيد تعريف الطلاق يعني هو فك الرابطة الزوجية حل الزواج الصحيح من قبل الزوج بلفظ مخصوص أو بلفظ خاص أو ما يقوم مقامه كالكتابة والرسالة والرسول والإشارة إلى آخره كل ذلك شرحناه في الحال أو في المآل في الحال إشارة إلى الطلاق البائن في المآل إشارة إلى الطلاق الرجعي واليوم من المسالة سنعالجها موضوع أنواع الطلاق كمساءة البيان فك يكون شرح حيث انتدي الدرس نعدها وكذلك ذكرنا العديد من الآيات منها آيات الطلاق صورة الطلاق كاملة اسم يا أيها النبي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة كل ذلك شرحناه وأعلقنا عليه وربي سبحانه في الآيات الثالثة والآية الرابعة والآية الخامسة إما يشير إلى كلمة التقوى خوف الرب الخوف الرب ذنس صمام أمام معنى اللي خاف ربي مايروحش يطلقها بسرعة لسبب أو لغير سبب معنى ذو الظرف ويني تساوذن ربي هذي حزف هذي يولي الكونسيكونس هذي خمام ورزداث وريتس حرارة أرفرو هذي رخص العقل ستاويل اللي أنت الحلول اللي أنت الحلول سوى ما ثرث ما رأ سيد يهضرد في التقوى الخوف الرب يهضرد كذلك لكي لا نعيد الكلام بالتفصيل على الحدود ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لن ندى سيد يا ربي اسمي ثليسا ثلاث يعني ويني تعدى ثليسا سيد يا ربي اظلم كان إيمانيس إيمانينا ثلاث نثليسا بش يمذن نذر نظار همك النظر قرنش ثليسا بوكال أمثليسا بوكال بوال أماكن أول أشال يسع ثلاث نغطي لسا أولا ذوال يسع ثليسا ولي قرن ندم اذي قنال نس وذي يلدي إيميس أكي قرن يثق ذي يقنال نس يلدي إيميس معنتها وريد تحزيب وريد وريد تولي ثمدي مباشرة يكل موراقين شرحي تنتهي بالتفصيل اليوم نعالج نقطتين أساسيتين الأولى أنواع الطلاق ذا شو المعليس أنواع الطلاق أنواع الطلاق يعني لن إلا ومي قرن الطلاق الرجعي إلا ومي قرن الطلاق البائن والطلاق البائن إلى الطلاق البائن بينونا الصغرى إلى الطلاق البائن بينونا كبرى في مثالك أثنتدن الشرح ذروا ورعني غخامة ذي السولة ميلة يون التزام حدود الشريعة من ضمن الحدود ما ذكرنا في لقائنا السابق في الدرس رقم ستين تقول هناك ما يسمى بالطلاق السني والطلاق البدعي أدعي بذغل أهمية هذه النقطة الطلاق السني هو الذي يوافق الشريعة يوافق السنة ربي ند الطلاق مرتان فإن سيكون بمعروف أو تسريح بإحسان المعني الطلاق الرجعي نطلق السني إلى قذل بطلقة واحدة وقى الشرط من شروط الطلاق السني الطلاق البدعي هو من يخالف طلاق السني في هذه النقطة لذلك يجب أن يكون مقارنة إذا كان واحد طلق زوجته طلقة واحدة يقولها أنت طالق أولا أنت مطلقة مرة واحدة هذا يعتبر طلق سني إما إلا اسمح فيه يطلقها كثيراً إما بربط الطلاق بعدد أو بتكرار الطلاق إلا أنت صفتان إما يقولها مثلاً أن تم طلق عشرين مرة هذا طلق بدعي يعني يخالف الشريعة يعني يخالف السنة وإلا يقولها أنت طالق 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 طلق طلق الطلاق الرفال وقذا رفال وي طلاق رفال ذا رفال هذا طلاق بدعي صاحبه آثم وهو يقع المعنى يسل يطلق مرت بهذه الطريقة هي مطلقة ويزيد هو عنده الذنب يسعى الذنوب يبولثم ذنب قرآن أي غر لأنه خالف الشريعة خالف القرآن وخالف السنة يقول في ثم إيسين وقيد طلق البدعي يخي سلم السنة والبدع السنة والبدع في الله حاجة سنة يعني موافقة للشريعة في الله حاجة بدع يعني واحد سمحت لي لو كان واحد يصلي ويدين فوق فوق راسه نقول هذه بدعة ولكن لو كان يصلي هكذا سدل هذه سنة شريعة إذا صلي هكذا شريعة هوفرت ولكن لو كان يدير يدير فوق راسه يفسني سفله وقروس نغذف فيرس هذه بدعة بدعة ابتدع في الدين من غير وما كانش ما عندوش سند لذلك ممكن إيسين يقول كنا كن غضب وكن بعد فريني ما شكت غضب خطر لذلك ربي قال ولكاظمين الغيض ربي لي قال ولكاظمين الغيض ما قالش والفاقدين الغيض ربي ما قالش ما تغضبش إذا كان غضبات كل مرة تغضب أي وحد يغضب تغضب ولكن فريني ليس الشديد بالسرعة الحديث يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أذيط فيما نيس مرا يرفو مرا يفقع مرا يزعف أذيط فيما لسه مكاد يقول ربي يحزب إلى آخره لذلك الآياء ربي قال والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحصنين لذلك مهما كانت درجة الغضب إذا كان طلق زوجته أكثر من مرة واحدة يعتبر طلاقا بدعيا كان يقول أنت طلق ثلاثا هذا بدعي كان يطلق عشرين ثلاثين هذا كل طلق بدعي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن شخصا قد طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد زعف وظهر غضبه على وجهه قل يلعبوا بكتاب الله وأنا بين أظهركم الطلاق مرة فإمساكم بمعرفة والسرح بإحسان يعني يسمي الضبط الخبار بالله يفرث من ثلاثة كال المجلس يعني يخل في السنة يخل في الشريعة يلا وننتبه الطلاق البدعي مثلا أن يطلق زوجته في حيض أو نفاس كي تكون المرأة في العادة الشهرية تاعها كي جيها الدم في الشهر وكي نسا التغير الفيزيولوجي يؤدي إلى تغير سيكولوجي كنتي بسيكولوجيك تقولي المرأة كي الظلامت كما يقال تشعل الشرع قال لك عصروحك في هذا الوقت أنت ما تستفزهاش وإذا كاش ما دارت لازم تكون صاج تكون حكيم شكول اللي وصلك باش تكون حكيم كي تعرف الشريعة أهمي ذاكي واحد ما يعرف يصد منطق على منطق تقول كلمة يقولها عشرة هي تشعل يقول أنا ثاني يشعل يدغى خلاص إخرف لاشنسم ما بقى الشريعة تربي الشريعة تربي لذلك ربي قال في صورة الجافية الآية ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهوى الذين ليعلمون بلما نعود الكلام اللي قلت في اللقاء اللي فات ربي ذكر التقوى مرارا وذكر الحدود ومن يتعدى حدود الله فقد ظل من نفسه إلى آخر في الآية الأولى متع صورة الطلاق سبحان الله منهاج حياة سياج منيع للمحافظة على كيان الأسرة المادي والمعنوي لكي لا ينهار باشتوشوت وثخرفارا العشوري خرفارا ذيني مشرعا سيد يا ربي إفكاد الظرف وقارن الظرفي وحذيق الظرف يوحذيق الظرف يوحذيق هذه الحدود المرسومة وهذه الأحكام الضابطة هي في الحقيقة حافظة للأسرة من الانهيار أو من الدمار لذلك إذا كان تكون نفسها المرة تكون نفسها نفسها زيدت ممكن تكون مقلقة تكون كذا رأي مريضة يعني رأي نفسها والراجل يطلق يقول أنت كيف أو ما درت كذا ما درت كذا رأي نفسها رأي الشريعة الشريعة تقول ارحمها لذلك اعتبر ذلك الشرع طلاقا بدعيا وعيد الطلاق البدعي يقاع وصاحبه آثم أرنوياس كي طلقها تدخل في باب العدة يبدأ في حساب العدة ربه واللي قال يا أيها النبي إذا طلقتموا النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة إذا العدة المدنة المدنة أثقيم ثم الطوث ذي بعد فر هذه المدة تنتظرها المرأة تتربصها تنتظرها العدة هذه أشحال ربه ولي قال قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ثلاثة قرؤ المدة قريب ثلث شهور ربه ثلث شهور قريبا من ثلث شهور ما ندخلش تفاصيل العدة نخليها لوقت آخر ولكن العدة هذا هو تعريفها المدة التي تنتظرها الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا ولهذه العدة حكم من حكمها علشه ربي قال العدة علش شريعة العدة لماذا أولا من أحكام العدة أن الزوجة المطلقة لا تغادي ربيت الزوجية ثمتو ثمارث فرو ذي لا دار بني قريب ثلث شهور تفغار خام ما هو سفغار خام معنا ما ترحش لطبيعة أو لا تخرج لا لا إذا كانت مريضا ترح لسبيطة وإذا كانت زور العيلة عادي مع أنتها لا يجب تهرب ترح لمواليها وتخبرهم وتكبر القاضية لا تخرج هم من بيوتهن ولا يخرج وإذا كانت سوفوغ ثلاث سوفوغ ثلاث سوفوغ ثلاث سوفوغ ثلاث خامن سنت أما كنت دير ثلاث يعدم وإذا كانت ترحش في اسمه سوفوغ ثلاث سوفوغ ثلاث هناك ما ترحش أنت مطوث من ربيا دقار ذا خامس فترة العيدة تحترم لا تخرج هن من بيوتهن بالسيف بالقوة ولا يخرج ذا غنيث انت واتفغن تارس لفغين سنت تغنان تقول كنت طلقتني ضرق نروح ضرق نخلي دارك ونخلي كذا كذا وإن كان ربي يستطرق ماشي يضرق بالتليفون تم تم غفا ميقا تسمع وكيد تسمع العيلة اسمس ميساج لتكنولوجيا بسم الله ما شاء الله ثلاث الخير رفح إذا غاد يهود كل ثدرتك هذا النقلاب أدحركك وخاطرتم تطفرها من يحسر هذا يزر وني قلق هذا يزر كل شيء تصر أنسيدي يا ربي لماذا ربي قال المرأة ما تخرج مطلقة لأنه يقدر يندم الراجل يرجعها وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ربي رأي يقول الراجل مع المرأة يروح لهم زعاف يقول هيا المرأة استغفر الله رجعتك هذا مكان كلمة وحدة كلمة تفر يقفر أنا واذا كلمة وحدة تفر ما سمعون الناس ما هدروا في الفيسبوك ما شيء تقول روح عزوني أنا مطلقة ولي بدلك بالفول بدلو بقشورو يا خاك دعوت بدل قير وندما تجي بعد قارنا كيف اللي هي ضل العقل لو كان كد يزور الحمق العقل مليح لو كان ما سبقوش الحمق لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها كما قال شاعر الحكم المتنبي مسفهام ربي واش قال في موضوع العدة قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بالك ربي سبحانه هو قادر باش بدل كل شيء يخي قلوب بني آدم الحديث يقول نبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن ولو ننتخل قثمار يريض وظن غير فالسن نسيذ يا ربي يزمل يبد الكل لماذا هذا الراجل الذي كان زعفان ومطلق تفوت 18 أيام يروح للشيخ يجلل عنه يقول يا شيخ سلك أنا خربت داري يتم تولادي كيف نفعل يقول عندك الزهر ما زال ما فاتت العيد سمان عشر يام عشرين يوم الشهر أربعين يوم خمسين يوم عطاها ربي للإنسان ما تقول ليش شهر ما يكفيك شهر يبقى الزعاف هذا شهر يقز مر يقيم الزعاف يومين ثلث أيام سمان عشر أيام بعد يروح الزعاف وتندم ومشيدك تغير الرجلة لي ما عندهاش القيمة يقول كأنا راجل الكلمة كرصاصة ايام بعد خطر ميما هي تقول أنا مرأة اللي بدلك بالفول بدلك بقشوره اروح كي الناس تلقو بعد عشر سنوات داروا داروا الفاتحا بعد خطر ذو كان ذا كين حكمة سنشرح ها موضوع اليوم موضوع مهم وخطر خطر كما قلت المرة اللي فات احكم الشريعة لابد ان تعرف والله الذي لا اله غير هو يقول وأنا حزين جدا وحالات ماتي مئة ماتي ألف ماتي ألفين فيه واحد العوج واحد المشاكل ما يعرفوش تقول انت مسلم ولا ماشي مسلم يقول لك مسلم نصلي ونصوم يوم بعد وراك مهرد دعوان فيه تهريدة كبيرة واليوم تسمعوا أيضا بعض المفاجآت نقولها يلا نروح لها واحدة واحدة إذن الراجل طلق زوجته مثلا أو واحد جونفي واحد جونفي قول له شوف عصروحك إذا خلصت العدة حبيت ترجعها سمانة عشر يام عشرين يوم ثلاثين يوم أربعين يوم خمسين يوم هذه كامل رب يعطى هالك رجعها بالكلمة بالمساج بالرسول الرسول يعني تبعثك واحد إلا رك مغنزها ما تدرش معها أو لا بعث لها اللي يعرف بلك خدها بلك خوك بلك قال قولها خلاص يعني أنا رجعتك يكفي من يعرف حتى واحد لأنه ربي سبحانه مدهن لعل الله يحدث بعد ذلك أمر يعني يحول الشقاق إلى وفاق زعفني أتعي الشدة كقر نمزورة أتعي الشدة أدقري ثلويث أدس دام استغفر الله الله يبارك ربي عفو يغفر ونشطني وخر خلاص عفى الله عما سلف ربي قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمر لأنه قادر ربي قال في سورة ياسين الآية الثنين وثمانين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قلوب بني البشر بين أصبعين من أصابعي الرحمن أثنم سفهم العدة عندها حكمة أنتع الرجعة هذه أذن سغالا يعني إذا كان قلها راجعتك خلاص ولكن محسوبا محسوبا طلق وحدا نمس فهم من أحكام الطلق الرجعي أنه يراجعها بلا عقد ولا مهر جديدين يعني كي يراجعها يقول يا المرأة خلاص رجعتك بلا ما يحضر للشهود الآن ثعمة مثل مهر صداق لدوت ولو ولو عادي مجي لازم يحضر الغاشي ولازم طعام ولازم إذا درته طعام معليش لكم ولكن مجي شرط كلمة تفريها يون بولي فلات أو لثيفرا ذوال هذا من أحكام الطلق الرجعي أنه أن الزوج إذا تمت الرجع بينهما لا تحتاج لا إلى عقد ولا إلى مهر جديد أما لك دمرياج هذاك أوفيسيال هذاك الإداري سوف يخاطئ لك أنه دروع الطلق بالفهم خطر بقوس كان يقول كان الطلق عندي كي يخرج للجيجمون لا لا إذا خرج للجيجمون هذاك يسمى طلق باقي بيون صغرى خرج قام نار ليه صفي حذيري كي تقول كلمة كلمة الزواج يكون بالكلمة الطلاق يكون بالكلمة يكفووال ذوال الزواج سووال مرة يضل بالنسبة سووال أظهر الفاتحة وذاغ مرتفرو أتفرو أسوال نمس فهم طيب أكتفي بهذا في موضوع الطلاق الرجعي ولكن أحمس الطلاق الثاني النوع الثاني اسمه الطلاق البائن والطلاق البائن إلى ألف ب ألف البائن بينون صغرى ب البائن بينون كبرى ثورة أثند من الشرح الطلاق البائن بين الصغرى بالمريلين مثل الطلاق الرجعي الذي انتهت عدته أدفتغ أمذية مثال راجل طلق مرتو واحد جنفي الفين وعشرين إذا كان فات شهر شهرين والمرأة فاتت العيدة تعها يعني ما قولش ثلث شهور لو كان المرأة يائس المرأة اللي عندها مينوبوز يعني هذه اللي ما تحير هذه عندها ثلث شهور ربي اللي قال ثلث شهور المرأة اللي ما تزوج ها هذه عيدة موضوع واحد أخر ما جنملك في طلاق عندها أربعة شهور وعشر أيام يتربص بأنفسينا أربعة أشهور وعش ولكن أما المرأة اللي ما زالها صغيرة هذه تعتد ثلث مرات تجيها العادة الشهرية نتاعها الحيض وبعدين تطهر أتس دي أم بعد تجيها العادة الشهرية نتاعها أم بعد تطهر أتس دي المهم ثلاثة بلا ما ندخل تفصيل خطر ساد العلماء المالكية والشافعية قالوا بأن القرأة المراد به هو الطهر ثلث أطهار أما الحنافية والحنابل قالوا المراد به الحيض يعني ثلث حيضات أي غير مخلف لماذا حصل الخلاف لأن كلمة القرأ لفظ القرأ لفظ مشترك واللفظ المشترك يحتمل أكثر من معنى في أصله اللغوي في أصله اللغوي يحتمل أكثر من معنى وثاكيث لا في القواعد الأصولية اللغوية ودللة الألفاظ في موضوع الأصول وكذا بلا ما ندخلوا في هذه المساعد المهم اختلاف الفقهاء مشروع مبرر ليجيتين لماذا مبرر لأن الاختلاف بسبب الألفاظ نكون غيهما أدني أني كان العدة حوالي ثلث شهور أقل شوية ما يجب أن يجب المي عدن ثلث شهور هذا سنيني ثورة ثمت ثنيني ومث فريض أول جنفي ثورة ذي يغال الطلاق فروني يغال طلاق بائن بينونا صغرى اغفل ما حسبش أصبح الطلاق بائنا بينونا صغرى بانت منه إذن بعض الناس ميحسبوشا ربي قال وأحصل عداء العدة ربي اللي قال قال طلقتو اكتب في الحيط تاريخ الفول اللي طلقتوها ما شكيت تشوف الحيط ولا الباب ديرها في لاجوندها ديرها في طابلو دبور السيدي بشبرك ما تنساش ربي اللي قال وأحصل العدة أدقر سفذ بعض الناس حتى نفوتوا ربع شهور خمس شهور يجي يجي الشيخ يقول له ألقى لي الباب ديرك أني ندمت أو ندم أدرك باش جي احتفتت العدة لا رب هو اللي عرفنا ألا يعلم من خالقه وهو اللطيف الخبير رب يوسع أعطالك تقريبا ثلث شهور ولكن إذا كان عزمت خلاص شد في كلمتك خلي تفوت العدة خلاص كتفوت العدة أصبحت طلاق بائنا بيننا صغرى وصرت أجنبية عنه ذيان ذينا إلى قدم فارقا لازم يفترقوا لازم يفترقوا نعود لازم يفترقوا كل واحد يروح واحده يا إما يخرجوا يا إما تخرجوا يا إما يطرح الدربة بها يا إما ترح الجس لازم أي غر خطر ذروني يفرع ذاين طلق أول جنوبي جاك في 5 ماي 5 ماي وش تقول له ندمت يجوز لك أن تعقيد عليها من جديد يعني تروح تخطبها خلاصة تركوا لآن طلق باقي نبيونا صغرى تخطبها من مواليها أس خذ مولانيس زيد تقرى الفاتيحة إذا كان قبلتها خاطر قدر تقول لك لا لا ما نقب لك أربي أعطالك ثلث شغور مدام ما رجعتني ذاين خلاص ولكن ممكن تقبل الله أعلم تخطبها صفي مدام تخطبها عندها واحد آخر الآن أصبحت بائنا طلق بائنا بيننا صغرى إذا كان قبلت الخطبة وبعدين إذا كان قبلت مع مواليها تقرى الفاتيحة زيد لازم مهر جديد يعني يجوز خطبتها من جديد وقراءة الفاتحة عقد عليها جديد وزيد مهر جديد أما المترجم لا لن تذهب في جديد هذا المترجم وقت يفسخ الذي يصل إلى جديد يصدر الججم في المخلص يصدر الحكم القضائي الزواج الأول العقد الأول يفسخ يلغى أنول أما في 14 أو 5 شهور في الشريعة لا تنسى الشريعة لازم تقرى الفاتحة ولا نقول لكم كثير من الناس والله ما يقرأ الفاتحة عادي يقول يا المرأة جبها الشيطان أنا ندمت وكي نسمح لي يكذب ثقيلة مين نقولها يقول أنا شفت الشيخ وبعدين قال لي عادي مدام 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 ما رحت لمواليها حاجة عجيبة مدام ما خرجت مدار ما رحت لمواليها نور ما رجعها وخلاص هو ما رح للشيخ ما هو له علي قلت هذا الكلام لأن في قضايا وين يتقابلوا الناس بين باللي كذب عليها تماما ولكن ما يقدر يكذب على ربي يقدر الإنسان يكلخ للناس كامل ما يقدر فرعون وقالهم أنا ربكم الأعلى هو على بل وبل هو خاطئ هو بنادم كسائر الناس وما يستطيع أن يكذب على نفسه ولا يكذب على ربي مفهوم أنا نقول هذا الكلام لأن الأمر مؤلم لأن تزدحم قضايا في المخ وفي القلب وين على بلنا بنس كثير خلفوا الشريعة تماما وزدي يقول لك زدوا عندي ثلث أولاد أبرا هي نعم عادية الحرام في الحرام هذا حرام وهؤلاء أولاد غير شرعيين إليجيتم عند ربي ما هو أولاده ثقيلة ولكن يجب يقولها لذلك الإنسان يجب يحتاط في هذه الأمور إلى قد رضار الضرب لها الضرب وحديق يلا إذن ربي قل وأحصل عدة لمس فهم إذا خلصت العدة قلنا كثير تفوت شهر هذه أصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى من أحكام هذا الطلاق أن المرأة أصبحت أجنبية أنها تفقد حقها في النفقة كيف حقوق تفقد حقها في النفقة تفقد حقها في السكن إلا إذا كانت حاضنة خطر إذا ما إلى الساعة الدريا أما قشيش أما ثقشيش ثم أنت ثم يفكى الشرع الحضانة السجار الرشنة إلى قس الخام إلى قس إلى قذلين ما عليش تليفون مستعجز تنيرجونس لذلك هذا التعليق يحذف أحبت نقول أنه مرة أخرى تلاقيون ظن ممنوع في هذه الحركة ننبه هذه الدائرة أقولها باسمه وباسم المشايخ الزن ترديد بارك الله فيك شكرا جزيلا الحركة يقول لهذا عند الضرورة الإنسان يتحرك بما يلزم الإمام يخطب بالجمعة يأتي وحد يصل لهم ركعتين يجب يقوم 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 هذا دين هذا سوء أدب ولكن معلش هذه الملاحظة نعطيها لأنفسنا الدين النصيح ورز ربط مالسي ديوس مش كلها مش إلى آخره فبتالي بش دوض المعلومات سوا سوا إلى آخره المهم مع ذلك أعتذر لكم جميعا هذا التعليق يحذف أدوالك إذن ضد مسألة الطلاق البائي بيننا الصغرى كفال عدة السعالح قتد ما تدير خطر ما تدير معنى ذر رجع وبعولتهم أحق بردهم لا لا ثورة ديخضف من جديد أتخضف السعالحق ماذقفل بمرياج يقل أوفيسيلا على حسب اللوى 42411 الأرتيق 18 المدة 18 وإن هذا يمكن خطر بضار الأفير على جسيس نمس فهنا صفية وماذا يستمثل هذا يصبح عدد كيف عدد بعد يندم إذا قد يخل ما هذا ماذا يقول أنه يصبح ماذا يصبح بالشيطان وماذا يذهب إلى الشيخ وماذا يخطر أبدا لا إذا تطلق البيان الصورة هذا ما يصبح الفاتحة مثلا في janvier وماذا ماذا يصبح ماذا يصبح بسم الله وماذا يصبح إلى التليفون وكذا إلى أخيره الزعاف للنر يصبح ماذا يصبح ماذا يصبح ماذا يصبح قراءة الفاتحة لا يصبح ماذا يصبح ماذا يصبح يصبح ماذا يصبح ماذا يصبح المرحلة الثانية الفاتحة الإمام في الجامعة وشهود وكذا المرحلة الثالثة لا 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 يصبح ماذا 18 من قانون 84 المعدل والمتمم بالأمر 0502 وكذلك يصبح ماذا يصبح المشاكل يصبح تعليم ليس قانون تعليم مفادها أن الأئمة لا تقرأ الفاتحة حتى نجيب لك 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 تعليم تعليم يقول أنه نقرأ الفاتحة أولاً يجوز ولكن تعليم تنظيمية كي شافوا بعض الناس يطلقوا وما يتحملوا المسؤولية يطلق يتزوج يطلق يتزوج يطلق يبقى لك لازم جيب وإلا كتصر المشكلة فرضاً واحد قرى الفاتحة من بعد قرها الفاتحة في جونفي ثم غرى العرس في جوان في شهر مارس إفريس طلقها يقول أنا أبقى لخير يرد القش وكذا وإلى آخره تقول يا المرأة تقول طلقني يقول أنت مطلقها خلاص ما كان أمنا قدرش يقولها المهم أنتم لا تعرفوا ما نقصد تصار مشاكل كبار وبعدين يتملصوم المسؤولين على بل كان يجب أن يذهبوا برواة جيستيس يجب للواء 4-24-11 الارتكل الارتكل هذا يجب أن يأتي والشهود يجب أن يأتي الإمام يجب أن يأتي الإمام يجب أن يطلعه المحكمة قراء الفاتحة بسم الله ما شاء الله من بعد أن تصبح ذات ذات القاضي لا ينسى لا يا أخي لا لكن مشاكل مدى 22 أدركوا مع التعديل الإسراء بلالواء 0-5-02 من البروكيرور يدخل في المعمع يدخل فلسفة أخرى يعني إجراءات قانونية يجب أن يدخل البروكيرور على لحماية الحقوق يجب أن يحمي المجتمع وإلا كارثة كبيرة أو كارثة كبيرة كارثة كبيرة 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 المهم يغلط لقباء بيننا صغرى لازم يخطبها جديد والفاتحة جديدة إلى قادة صغرى الفاتحة ليس غير بعد هذه الطفلة ثمت وثلاثة سنينة كيف أنا أقول البابا نقرأ الفتحة جديدة بابا يقول لي يخي قريناها في جنفي وكيف شي يديرون هي تقول لك نقل بابا لازم نعودون قرأوا الفاتحة يقول عليه واش صرى لازم نقل الحقيقة لك نقل الحقيقة بقى على خير يقولك بنتي طلقتها قبل العرس والله ما تديها تفريضة سقبل تام غراء يادراء ذا شريضون لا تريد تام غراء لذلك الشريعة تحمي بروتكسيون هنا كان حماية قاتلك اللي طلق مرته بعد الفاتحة ذاين سبا يفرشوا ما تفغيض سمسو غالم إيلاق لخضوف فاتحة 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 ويادراء ما تقفلوا ما تقفلوا ولكن حبس واقعيا لان وقاذ يتخالف مثالك ما يخبروش يقول لها ما عليش خليها بيني وبينك اخي ما على بلهمش اخي طلقتك تقرف التليفون نورمال ودجا سقسيد شو في برك اليوتوب وكان لي يجيب الفاتوى من اليوتوبي هذه القرية ولاش الفهمة ولاش اذغموا اخوص الخوف الرب اللي ذكرناه الدرس اللي فات الظرفي وحذيق ذا شريضرون اذي راح اليوتوب اذي ماركي يكاكي اذي السفغ فتوى بسم الله ما شاء الله سيني عادي نكمل بعد 10 سنين ولل 15 سنة كيتوب هو كيتوب ولا يتوب في زوج يا المرة كيف اشتغل كوري يجيو اه 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 اوه 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 وهذا كي نهضر على الموضوع متقلق خطر الموضوع مهردنا كامل هذا المرة واحد جاب ختوبة يدفنها ماشي بزوجها واحد قدام الناس هذه مرتي والله غير جاب كوات وقلش راهي انجستيس والفتوى كتبها هذه اللي يدها هذا هذه اللي يكتبتها باللي هذا ما كان لون المرة عندها دراهم كبار والله غير جاب لك دمار ياش ونقلها على الصراح انامي الور في المقبرة ولو يفروا فيهم اخوها اصدم عليها شنية هذا او كيف اختي عندها خمسة وخمسين سنة ماشي بزوجها وما تحشمش تقول هالكلام قدام الناس كاش ما جيتني كاش ما اه ونسا طبقنا القانون ما عليش لو كان حكيه هذه هي روح الوقت هذه واحدة قضية من القضياء اللي خفافة هذه خفيفة ها فاقي مشتوحة مليح ربي يصطر والله العظم غير ما دمراه المطر ينزل الحمدو ربي ينشكروه بلك على جهل الملعقون اغصر بذي اغصر ربي دونيث ولا لاخر هذه قضية الان رهيفة في المحكمة ودخلت في البنال برسكو كانت تهديد على بالك توصل هذا شوفوا برك سيناريو هذه صرعات وهذه خفيفة وكين قضايا اخطر من هذه يصعب سماعها باش واحد يسمعها برك اذن وين وصلنا الى هذا الموضوع ممكن تقولك كيف نقولك سهلة دركن نجيبها لك من ناحية القانونية لأنه صار واحدة التعديل في دون ميل سنك التيتر الولي الولي وهو هاشدر جاب واحد ولي مهبول عيش تسمع وعيش تشوف لأنه واحد المادة في القانون تقول المرأة كتكون كبيرة يجوز أن تزوي يعني راشدة يجوز أن تزوج نفسها بنفسها الوليها هو أبوها وبعدين في الآخر المادة قال او اي شخص آخر تختاروا هو أنا أعمل لا تختاروا ونساونا 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 مهم حكاية طويلة يفهمت المهم كامل لأن السجن كان كل هذا الدوسية تفتح ولكن جاء الموت الموت تضحت كل والراجل اكثر من ذلك قبل ما يرفضه راح ادار الفريضة وقال لدي النص اللي انه الزوجة ماتت ما عندهاش اولاد صافيه وعنده النص اذا خلت زوج ملاير يدي مليار اذا خلت لزا بارتمو يدي النص شفت الدنيا كيف اشتع وجد حاجة بشهد والغة الموضة هذا كم والغة ان شاء الله يلا المهم شرعا وقانونا تمطوث ميلا ثفرا خلال بعد العقدي وقبل العرس الفاتحة جونفي ثمغرا جوان يفرا يسقفل ثمغرا وقى قانص طلق باين بينونا صغرى لا يجوز اذك من الحياة سن سوى مغرا للفاتحة ثاش غيط لخضو فقان الفاتحة ثامام هذا الكلام وجه للشباب بالدرجة الاولى موجه لنا جميعا بش نقدم النصائح اجمح ميهوزيك يعوزيك اجمح ميهوزيك يعوزيك ونفي صلى الله عليه وسلم الناد الدين النصيحة ثورا وقى قانص طلق باين بينونا صغرى ثورا بشو طويل غراض روحا طلق الباين بينونا كبرى اذا كان الرجل طلق زوجاته مثلا في واحد جنفي الفين وثنين وعشرين دميل فندو اناس فريغة اتسيدير في البريود العدة سمانة عشر ايام شهر اناس رجعتك خلاس يراتيد أسنيني الرجعة صحيحة توفق الشرع ربي سواسوا ولكن محسوبة طلق اللولا الدين في مناسبة ذكر السنوي اللولا للطلق يزيد طف كيف يطلقها واذا نقول له هذه طلقة رجعية نمرض ربي قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف فإمساك بمعروف ذاين عف الله عما سلف هذير حمار بثيم زور يساعتين غورا حذر دينيظ كلمة الطلاق إذا كان هو لكبراسو لأول مرحبا لأول مرحبا 2024 سوغل طلقة ثاليثا إذا طلقها تلقى تمثاليثا هذا هو الطلاق البائن بينون كبرى ما يفر يستثلث يقين ذاين أود تسوغل الغوراس أود تسوغل الغوراس ذاين سوى في حالة واحدة ما يلا انظروح تعود الجواج كذو ورقا زواج زوجة براجل واحد آخر زواج شرعيا ما شيء بالحيلة زيد وطلقها زوجوها ثاني أو ماتا عنها ماتا عنها ليس هذك الأول الذي يقتله خاطر لكم أن يقتله ممكن يقتله لكي يرجع زوجان تعالوا الأولى هنا تدخل في المحرمات المؤبدة أدفق سياقات وشي ملاقي لا الشريعة تقول لي أشياء والله غير الشريعة النغ أشكيت سلها مليح تخذ مغد الظروف تخذ مغد كل شيء لذلك وعيد إذا كان طلقها طلق ثلثة يعتبر طلق بائل من الكبرى لا يجوز له أن يتزوجها ما يقول لا يرجعها الآن أن يتزوجها إلا إذا تزوجت برجل آخر وفارقته إما بوفاة أو طلاق وانتهت عدتها إما من طلاق أو وفاة هنا هنا يجوز له أن يتزوجها من جديد بخطبة جديدة وفاتحة جديدة وعقد جديد ما انتهى ممكن ما تصراش قاع في الدنيا لكون يعيش وربع قرون والزميرات صدروا وهذا الذي أشرت إليه حتى المادة 51 من القانون المذكور نمس فهم ولكن الصياغة تحتاج إلى مزيد بيان فقط في التويتور يقوى في السوالة يقوى في السوالة عندما يقارن الولي كيف المرأة أضرق بكري المرأة تحتاج الولي أي غر مسكينة لا تقراش في اللحة تلقطها زمور تحتاج بابها أو أخوها أو أمها أضرق المرأة الله يبرك إنجينيور أفوكات جيج ما تحتاج إلى إلى تيوتور يجب أن يكون بابها أو لجدها سيب ورصة تزوج نفسها بنفسها ليس كون قيل هكذا الشرع ما قيلش التيوتور هذا يجل قراية يجل كاغط صفي اللي عندها ديبلوم ما تحتاج بابها أما اللي ما عندهاش لازم يجي بابها صفي الإمام قبل ما يقرأ الفتحة يقول سمح لي المرأة لتزوج عندها ديبلوم لكن يقول عندها مستر يقول لا سيب صفي شفتوا وين وصلنا والله غير قريب تفتح الوحدة فرنسية مسلمة دخلت الإسلام بابها في فرنسا وقررت الفتحة هنا وتبع كل عن طريق التكنولوجيا وكذا وكذا كي هضرت معاه بالنتايا عند قيمة عندنا في الشرع عربي بكا تعرف ماذا قال لي قال تزوج وليدي قال لي غير هذه اللي عرفت بلي عندها بابها أما وليدي واحد آخر قال كي دار محظر تلف الزواج نتاعه النهار اللي راح للعرس قال كلاس صال قال لي يعطي الانفتاسيون هذا كالعساس قالوا هذا مو العرس وليدي قالوا لا لا قالوا الانفتاسيون قالوا أنا خدمتي أبست النحت جاوليدو باش دخله كيف عايشين هذا ضحايا الاستلاب الحضاري يشوف بالليل سيفيزم البلفي وكذا كل نفارغ لا زواج ذلك إلا بولي وشهدي عدل لذلك المادة هذه أو أي شخص أخر تختاره نتمنى أن يعدل القانون 84 11 تعديلا يوافق الشريعة ويحفظ المجتمع فيه يوسن تمثلت ساعة القيمة ثم قران هذا شاهد ما يلا ما يلا أرغز في رتم التوثيس في واحد جنفي لمس فهم بعد ملمي يرفض لفير انجيستيس يرفض مثلا 5 مارس بشادي والدفورس الججم الحكم بعد القانون يفكيس القاضي في الشهور ويساعد لا يمكن القانون خطر القاضي مع البلوش أو ما يحدث في الدار قاضي مع البلوش يشوف الدوش التوثي هذا يخدم الصلح يرنمش جلسة وحدة القانون المادة 49 نقرأها لكم من القانون 411 لا يثبت الطلاق إلا بحكم لازم الججم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي المادة هكذا تهضر تقول كيف وصل دوسي للجج عنده طروع وثل الشهور يقدر للجج 5 أفريل لبروغرامي الجلسة الأولى 5 أفريل أم بعد جبر بصواب فرد يخزي الشيطان والرجل ندام وكذا تعرف وش يقول القاضي سمحوا إذا كان للجج هنا موجود تهمهم جدا يهم هذا ويهم ما سيأتي يطبق المادة خمسين يطبق المادة خمسين اللي جات جوزت بعد ساوه وربعين وما يقول القاضي جلسة الصلح نجحت معنى القاضي فرح يقول الحمد الله الراجل مع المرأ فريتهم يقول هم رحوا للدار عادي هم يروحوا للدار إذا تلاقوا لكوبل هذا تلاقوا مع واحد منكم يا الحاضرين ولو واحد من المشايخ يقول سيد القاضي اللي ينفرها الحمد صالحنا الإمام يقول سمح لي وقت طلقتها يقول لأن الطلاق أصبح بائنا بينا صغرى لا لا نفهم سمح سمح الإمام سمح 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 janvier 5 avril ذاين إلاق فيزا في للو صغرى فاركلاسي وحل يبركين الناس اللي بابها يقول فريتها فلا جستيس والله ما تديها حتى تقرى الفتحة هل يبرك وش يدير هذا الإنسان الشاطر يبعث اللوسي جستيس يقول عندي الججمون ترجعها ليش يدخلوا في القانون وكذا ميورك اللوسي يورك كنتك اللوسين تاعك يعني ماذا بيكم اللوسي وكذا ما على بالوش عادي ما عليش سمح لي على هذه العبارة ما على بالوش خطر مسائل طلاق عصروحك وهذا الكلام نقول حتى للقضاء هذا الكلام وجهه للسادة القضاء نقول لهم رحوا بالعقل في المسائل انت الشريعة اللي تعرفوها طبقوها اللي ما تعرفوهاش سقسيو باش ما تغلطوش الناس بحسن النية لأن القاضي هنا لازم يسأل الزوج والزوجة يقول يقول لهم وقت طلقتوه يقولوا طلقنا البرمية جانفي القاضي كم نخدمتو كيف يفريها يقول نطبق الارтиكل محبس لازم تقرأو الفتحة على ها يطبق الارتكل 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 هناك قضاة يعرفون الله يباري يتقرأوا الشريعة وإنما يعرفوا شيء يسقسيوا يديوا المعلومات الصحيحة ثم يطبقوا القانون اللي يعرفوه ويفريوا المشاكل بلا ما يديروا الناس في حرج الموضوع ما زال تفاصيل مهمة وتفاصيل تهمنا جميعا نكملها إن شاء الله في المجلس القادم ما زالت سنتمسال يقشد الموضوع يدن في ذا أسنكمل إن شاء الله ميرضى ربي ذي الدور في الدون جاءون ثلوث أرثي من الليث السلام عليكم ورحمة الله